اهلا بكم في موجز لأهم الأخبار اقتحمت ميليشيا الحوثي شركة برودجي للأنظمة في صنعاء ونهبت كل محتوياتها عقب اختطاف عدد كبير من موظفيها بمن فيهم مدير الشركة وقالت مصدر مطلع أن الميليشيا أغلقت مقر الشركة بعد مداهمة بعشرات المسلحين يوم الخميس وخطفت العديد من الموظفين وعلى رأسهم مدير الشركة عدنان الحرازي واقتدهم إلى السجون كما عمدت الميليشيا إلى نهب محتويات الشركة ومن بينها الأجهزة المحمولة والسرفرات التي تحتوي على معلومات النازحين والمتضررين من الحرب أدانت رابطة أمهات المختطفين قرار محكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لميليشيا الحوثي بإعدام وسجن مختطفين من أبناء محافظة سعدة وقالت الرابطة أن المحكمة الجزائية المتخصصة قضت بإعدام سبعة مختطفين كما قضت بالسجن خمس عشرة سنة بحق سبعة آخرين إضافة إلى سجن ستة لمدة عشر سنوات وطالبت الرابطة بوقف المحاكمات السياسية وإسقط ما يترتب عليها من أحكام الإعدام الصادرة بحق أبناء مختطفين بعد تعريضهم للتعذيب وإجبارهم على الاعتراف ضد أنفسهم ثم تقديمهم لمحاكمات لا تلتزم بمبادئ العدالة في سياق آخر أعلنت ميليشيا الحوثي توقف سبعة عشر مركز لغسيل الكلة عن العمل في مناطق سيطرتها جراء نفاذ الأدوية اللازمة لتشغيلها وحذرت الميليشيا في بيان صادر عن وزارة الصحة التابعة لها من أن كارثة حقيقية تهدد حياة خمسة آلاف مريض بالفشل الكلوي جراء نفاذ المخزون من الأدوية في المحافظات ونوهد بأن ما تبقى من المحالي للخاصة بجلسات الغسيل يكفي لأيام فقط مطالبة المنظمات الدولية والأمم المتحدة بسرعة توفير الأدوية اللازمة سياسيا حمل وزير الخارجي أحمد بن مبارك ميليشيا الحوثي مسؤولية استمرار عرقلة معالجة قضية خزان صافر النفط المهدد بالانهيار قبالة موانئ الحديدة وقال بن مبارك خلال لقاء القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن إن خزان الصافر قضية بيئية على العالم ألا يتسامح مع تعمد الحوثيين إبقاء الخزان كتهديد إنساني واقتصادي في الأثناء أكد الوزير بن مبارك بأن ميليشيا الحوثي غير جادة في تنفيذ استحققات السلام مشيرا إلى أن الجماعة مستمرة في رفض كل الجهود والمساعد الدولية لإنهاء الحرب دون اكتراس للوضع الإنساني قتلت فتاة بشضايا قذيفة في منطقة حوامرة إثر تجدد المواجهات بين قوات المجلس الانتقالي وميليشيا الحوثي في جبهة كرش شمال محافظة لعج المحاذية لمحافظة تعز ويتهما اقتل الفتاة بعد ساعات على إصابة امرأة وطفل بشضايا قذيفة مماثلة سقطت في المنطقة نفسها بينما كانت الضحيتان تقومون برعي المواشي وقال شهود عيان إن المصابتين نقلت إلى أحد مستشفيات مدينة خذيل العلاج لافتنا إلى أن الحادثة تأتي بعد ساعات من إصابة طفلة أخرى بطلق ناري في المنطقة ذاتها نهاية المجز في أمان الله ترجمة نانسي قنقر